اشتركوا في القناة خلينا نروح على الإسلام والعادات والتقاليد العربية لما يصير مشكلة بين عائلتين أو بين عشرتين كيف تنفك هذه المشكلة؟ بمصالحة كيف تتم هذه المصالحة؟ عن طريق ذبح ذبائح خانم أو بقر وعزيمة كبيرة لناس واكي فالمسلم أو نحن كحرب ما بنقبل أنه إله راح الصليب إله ضعيف بدنا الله بيضرب بإيده الجبار القطهار المتكبر الله الشديد لأنه نحن رحنا بشيء صار عنا مشاكل نفسية من الرجولة الذكورية بدنا إله ذكر ما بدنا إله يروح على الصليب لكن الله سمح أنه المسيح يروح على الصليب لكي ما يصالحنا مع الله لأنه صار خادم المصالحة لأنه نحن أخطينا ورثنا الخطيئة من آدم وكان لازم يصير في ذبيحة حتى هذه الخطيئة تنغفر وحتى تصير المصالحة بينه وبين الله لهيك المسيح هو الشخص الوحيد اللي بلى خطيئة نزل على هذه الأرض أخذ جسد وليقول لأنه لازم يندبح إنسان ليقدموا كل الناس خاطين والذبيحة لازم تكون ذبيحة بارة ذبيحة صافية ميبفية ولا خطيئة لهيك المسيح لما صلب حطوه على الصليب صالحنا مسك إيدينا ومسك إيد الله وشبكنا ببعض فصلح العلاقة بيننا وبين الله صلحها عموديا ومستطيليا لكن القصة لا تنتهي عند الصلب المسيح مات عشان الغفران الخطيئة وفعلا يتعاطف مع الجنس البشري بموته على الصليب لكنه قام من الأموات يعني أنه ما انتهتش عند الصلب هزم الموت هزم الخطيئة هزم القبر وفتح السماء لألنا حتى أنا وأنت كون إلنا رجال أمل في الحياة الأبدية من خلال قيامة يسوع أنت ذكرت الملك الآتي يعني نحن مش بنتكلم صلبنا يسوع على الصليب وخلاص تركنا لا هو الحي اللي رح يرجع يوخنا يخذني وكل مؤمن بيسوع المسيح اللي بينتظر ظهور الرب يسوع المسيح أمين أمين